ولي الحديث عن واقع التصدير في الجزائر دعوني ورحب بضيفي في البلاتوة سيد عمر ليفا رئيس الفيدرالية الوطنية للمصادرين والمنتجين أهلا بك مرحبا أهلا الأخ محمد شكرا على الاستطافة شكرا لك إذن نبدأ من النقطة التي انتهى بها وزير التجارة سعيد جلب الذي أكد أنه خلال شهر جنوبي تم تصدير ما قيمته 230 مليون دولار خارج المحروقات وطالبا من المتعاملين الاقتصاديين من المنتجين من الرفع من حجم التصدير خارج المحروقات لكن كسؤال أول في كل مرة نتحدث عن التصدير ما هو واقع التصدير خاصة خلال هذه السنوات الثلاثة الأخيرة خارج المحروقات شكرا أولا فيدرالية الوطنية للمصادرين والمنتجين التي تنشر تحتلية اتحاد العام تجار الحرفيين بقيادة الأمين العام سيد جامل تاكليشت نحن كنا توجهنا في هذا القطع التصدير وتشجيع المنتجين من أجل مشاركة توجه الحكومة في القطع التصدير تنوع النشط الاقتصادي خارج قطع المحروقات ولكن كل مرة نجدوا نفس المشاكل كين برامج كين مخططات لازم نكملوها أشك فا نبدأوا في مشروع ولا نبدأوا في توجه الاستراتيجية جديدة ونبعد تتوقف بعد مدة 3 شهر أو 14 توقف وكل مرة نفس الشيء هل المنتجين الجزائريين الآن قادرين على التوفير والاستمرار في مد الأسواق الأجنبية بالمنتجات الجزائرية أكيد أخ محمد أشوف المنتج الجزائرية يرون منتج وجودة عالية لكن لازم دعم لازم دعم لعند الحكومة لازم دعم لعند الوزارات لازم استراتيجيات لازم تكون قطعية قطع الصناعة قطع الفلاحة لازم استراتيجيات بيكون تنسيق بناتهم حين الآن ساعة الحاضرة المنتج الجزائرية مطلوب بكترة في الأسواق الخارجية سواء الأوروبية ولا الأفريقية ونقدروا نوصلوا نتائج كبيرة ولكن لازم تكون برامج دقيقة ومسطرة ولازم يشاركوا فيها كافة المتعاملين الاقتصاديين الحقيقيين على خاطر الأمور هذه لازم نشخصوها بدقة مثلا ما هي هذا البرامج؟ شوف هناك برامج أولا إحنا عندنا في الفيدرالية سطلنا أهداف وسطلنا برامج يعني اللي راح إن شاء الله تفيد كل المتعاملين الاقتصاديين والفعينين الحقيقيين في هذا المجال اللي هو مجال تصدير أولا إحنا مجال تصدير مجال جديد في الجزائر لازم هو تكوين لازم هو تأطير لازم يكون عندك مجال معلوماتي كبير يكون عندك معلومات أسواق داخلية أسواق خارجية لازم يكون مرافقة للمنتجين للمتعامل الاقتصاديين في كافة المراحل في مراحل تكوين لازم البنوك خاصة البنوك عندنا مشكل كبير هنا بيروقراطية كبيرة في الجزائر لازم نشجعوا مجال الاستثمار على خاطر لكون ما نستطمروش وما كانش إنتاج معدنا ما نحن نصدرون ما نقدرون نصدر ولا شيء لكن هل المؤسسات الآن الاقتصادية الجزائرية شركات الجزائرية الآن توفر ربما منتوج جزائري يتوفر على مقيس معايير دولية كي يثبت وينافس المنتوجات الأخرى في الأسواق الأجنبية الخارجية أكيد أخ محمد نحن عندنا ضرامج وعندنا إنتاج متنوع ونقدرون وندخلوا به الأسواق الدولية لازم لكن لازم شروط لازم معايير نتبعوها لازم تكون عندك معلومات لازم نشجعوا الإنتاج على خاطر الإنتاج كي تشجع الإنتاج لازم تعرف كيف تصدر لازم وسائل لازم كل وسائل سواء لوجستية ولا سعر كي أمور تحددها كي السعر بتكون منافس في الأسواق الخارجية لازم شروط لازم معايير لازم لات أربع نقاط أساسية لازم ننفروها لازم نشجعه المنتج الجزائري ولازم نوفره كامل الإمكانات بشي غير نقول لك نقدرون نروح للأسواق الدولية وإحنا ما عندناش مرافقة والمرافقة هذه تكون عن طريق تكتل عن طريق كما نقول لها الممبرشيب الممبرشيب سي الإنخراطات للمساهمين للمصدرين لإنتاج والمنتجين اللي يقدروا يشكلوا قوة في السوق الدولية على خاطر إحنا عدنا العقلية في الجزائر تتصدير كل واحد يصدر وحده كل واحد يصدر أقوان صحيح بار كونتر كنعودوا نصدروا كامل مع بعضنا ككتلة نقدروا نروحوا للسوق الخارجية ونقدروا نشكلوا قوة يعني اقتصادية خارجية ولكن لازم الدعم والمرافقة بتاع الحكومة وتاع الوزارات كل الوزارات المعنية على خاطر نشوفه باللكاين تقصير كبير سنوصل للنقاط سيد عمر ليف رئيس الفيدرالي الوطني المصدرين والمنتجين لكن قبل ذلك يرفع على ما سمعنا ذانوا صلاة العصر تحية مجددة لكم مشاهدين نعود لاستكمال النقاج مع ضيفي في البلاتو عمر ليف رئيس الفيدرالي الوطني للمصدرين والمنتجين أهلا بك مجددا قبل الفاصل كنا نتحدث دائما عن ربما إرادة الحكومة تطوير التصدير لكن في المقابل المصدرين والمنتجين يعني يوميا يقابلون عرقيل ومشاكل كبيرة كما تحدثنا في الكواليس ربما من بين أهم وأكبر المشاكل والعرقيل هو النقل خاصة الجزائر لا تمتلك طائرات الكارغو والمخصصة للنقل صحيح أخ محمد هناك عرقيل كثيرة عرقيل بخصوص تصدير والقوانين اللي رأيت نصف فيها تمام الحكومة نشوفه باللي توجه صحيح وحبين إرادة يعني يخرجوا من قطاع المحروقات التوجه نحو تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات ولكن أخ محمد ما قدرناش نضبطه قوانين يعني تكون توفقية مع وشراه ويحدث في السوق مع الواقع شي وش نشوفه وشراه نسمعه شي آخر لما نشوفه الوزير يجي يتكلم يقول لك عندنا مشروع ودرنا كل خطرة شاك دو تخوى مو كان مشروع جديد نحضره ونسقه معاهم يفوا يخلاص هذك الجغني والاستراتيجي اللي بروغرامينهم يخلص معاه هذك النهار يخلص البرنامج المشاكل هنا مشاكل كبيرة مشاكل إدارية شوف كان العراقي كبير خاصة العراقي الإدارية نقولك إدارية هنا في الفيدراليين يكلمون كل يوم كل يوم عندنا اتصالات من عند منتجين من عند مصدرين بما يخص النقل بما يخص وثائق مع العلم أنه فيه صفقات الآن مع أجانب أسوأ أجنبية الآن هي راضية بالمنتوج الجزائري أكيد هذا أكيد شوف المنتوج الجزائري يراضي وجودها عالية لنعرف كيف نستغلوها على خاطر هناك لازم يكون استراتيجيات قطعية قطع الفلاحة لازم تحمل المسؤولية قطع صناعة كذلك قطع أنتم على مستوى الفيدرالية الآن المصدرين والمنتجين الآن أنت في احتكاك يومي مع المنتجين مع المصدرين ربما هل لديكم حلول الآن أكيد لازم عندنا حلول ورانا قدمنا حلول وعندنا برنامج عمل اللي نقدر نخدم عليه اللي هو تكون من أربع مراحل أساسية أربع استراتيجيات لازم تصوفر بازينا عليها لازم يكون عندنا مجال لتكوين كيف تكون المصدر وبعد تكون عندك عملية تصدير لازم تكون عندك إنتاج لازم تسهل عملية الإنتاج حاجة الثانية لازم يكون عندك فضاء معلوماتي وشكاين في السوق الخارجية وشكاين في السوق الداخلية اللي هو لازم يكون تنظيم السوق وليزم دراسة يعني شاملة حاجة الثالثة لازم تكون مرافقة فعلية مرافقة للفاعلين أساسيين تم المرافقة للمنتاجين ولمصدرين حاجة الرابعة اللي هي عندنا برنامج عمل اقتصادي اللي نقدر نوفره نحضره الفوار الفوار هنا سواء في المستوى الوطني ولا في المستوى الدولي نورغانيز الفوار ونبه نعرف بالمنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية العكس وشقدين نشوفو باركزمبل احنا عندنا اشاكفو نشوفو الجزائر معرض برلين معرض كده نروحو نجربو احنا ما عندناش دوك الوقص به نجربو وبهن غلطو عنا عندنا برنامج مسطرين وعندنا اهداف ونحب نوصلو لازم ما عندناش لضواف لرير بسكو غدوة كنت غلط نهار يعود يرجع لكم منتوج اراه غدوة من غدو ما زيش خلاص يشوف معاك اجانب كما نعطيك اجزامبل في اوروبا عندهم قوانين كثيرة هتقدر تدخل السوق الاوروبي يقزيج قوانين اللي لازم يكون توفرها فيك لسرتيفيكاسيون ايزو وعندهم كل بلاد وعندها الاختصاص صحة هنا رانا دارسين كل جوانب واشتنطلبوا من الحكومة واشتنطلبوا من الوزارة لازم ترافق فعليا ان شاء الله المصدر الجزائري ونشوف امور مش غير على الورق بسكو القوانين اللي قادي نشوفوا فيها ونشوف وش اللي صرا شي اخر في الميدان احنا بس كو يكلمونا الناس اللي يرام مداخلين معنا منخرطين تعنا منخرطين يرام معنا نشوفوا شو هما العوائق اللي عندهم كل يوم كل يوم يعيطون انا اليوم الصباح قبل نجي كان عندنا مشكل كبير وندخلوا في حكاية البونوك وشي هي المرافقة اللي لازم تكون فعلية مكان والو مهم هنا في الداخل ولا في الخارج حكومة عندها توجه صحيح وحبين نروح للتصدير ولا تنويع اقتصاد خارج قطاع المحروقات ولكن لازم نشوفو على الأرض الواقع ما لازمش نبقى ونهضروا عليه نتكلموا عليه في تليفزيون وبعد فانضاني نلقوا احنا نبقى وروحنا كما العاملي فات كما العاملي قبل صافي 20 سنة لا ما مشوت حاجة ما تغيرت نفس الشي كل يوم نفس الشي غضوية يبدل الوزير يجي وزير رحضة أخر يعني يلي الشي اللي يخدم من الوزير الأول يجيب لك قانون جديد ولازم نكون احنا مدى بنا نكون كيف نقولك نتما نتعاملوا مع الوزارات الواصية يكون اتصال يكون اتصال لازم يكون اتصال حقيقي بالشي اللي يراه موجود فعليا في الميدان وأتمنى ان شاء الله تكون التفاتة مدام تحدثت لي قلت لي ان الانتاج توفر الان ربما النقطة اللي تنقص فقط هو تصدير هذه المنتوجات الى الأسواق الأجنبية شكرا جزيلا لك نخليك كلمة أخيرة كلمة أخيرة يعني نشكروكم على هذه الاستضافة وكذلك بخصوص المواتحاد العام تجار الحرفيين نشكر الأمي العام جمال تاكريش وجميع قيادات اللي راهم ينظموه ان شاء الله في برنامج عمل بتاع السنة هذه يخصوش من كل تجار ان شاء الله راح ينطرحوه عن مقايا موفقين ان شاء الله انتم كذلك على مستوى الفيدرالي الوطني المصدرين والمنتجين سيد عمر ليفا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا